موسيقى نكمل الكلام في الأمر الخامس من الجه السابع الجهمي والمجسم هلي التفقان من الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان والكلام لا زال في الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية وصلنا إلى المورد العاشر في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر ابن كثير يقول ثم دخلت سنة ستة وخمسين وستمائة سنة ستة وخمسين هجري ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي نحن بينا في الدرس السابق إلى ما وصلنا إليه لا يوجد شيء اسمه ابن العلقمي أو يرجع إلى ابن العلقمي أو لابن العلقمي مدخلية فيه سنرى كيف سيوجه الأمور وكيف سيدلس حتى يعلق الفشل والخيبة والبؤس والهزيمة والخزي والعار على غيره على شماعة ابن العلقمي تحويل على مفلس تحويل على مفلس يقول هذا كله عن آراء الوزير ابن العلقمي لاحظ لاحظ تليس يعني ليس في قضية جزئية وإنما يقول ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي يعني يكفي في دحض هذا الكذب والافتراء والإفك من كثير ومن أئمة التيمية منهج التكفير المدلسة يكفي ما قاله ابن الأثير قبل أكثر من أربعين عاما ما أشار إليه إلى أكثر من أربعين عاما ما ذكره من حدث حصل منذ أكثر من أربعين عاما من سقوط بغداد والذي نعى فيه ونعى به الإسلام والمسلمين فأين كان ابن العلقمي حتى يأتي أحد أئمة الدواعش التكفيريين الإرهابيين يعلق هذا السقوط للإسلام والمسلمين على ابن العلقمي يقول في البداية والنهاية يريد أن يفسر لماذا يقول وقع على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي يقول أنه لما كان في السنة الماضية أي في سنة 655 كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير لاحظ يقول حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير أقول أئمة دواعش أئمة عصابات السرقة والسلب والنهب والقتل والإرهاب فقضية النهب طبيعية جدا عنده بل يفتخر بها ويذكرها بدون أي تردد ولا أي حياء ويوجد غيره ولم يذكر كل شيء هنا وأنما يوجد غيره بل كل من ذكر هذه الحادثة يتحدث عن الاعتداء على الأعراض وانتهاك الأعراض وارتكاب المحرمات في الكرخ وفي محلة الرافضة وعلى الرافضة إذن هذا عندهم الآن ما يحصل الآن من الدواعش هذا له أصل له تأسيس له أساس له تشريع هذا هو تشريعه هذا أحد أئمة وأحد أقطاب المنهج التيمي التكفيري ابن كثير يمنهج لهذا الأصل ولهذه القضية الإرهابية القاتلة ترجمة نانسي قنقر